مرحبا أعطيكم العافية أهلا وسهلا وسلام للجميع طبعا معظم البنوك الكندية لما تفتح فيها حساب فيه تشارج كل شهر بتدفعه للحساب عشان يخلوا هذا الحساب شغال معظم البنوك الكندية فيه بنكين أعتقد في كندا ما بواخدوا هذا التشارج واحد منهم اسمه تانجرين والتاني سيمبلي اليوم أعطيكم برموشن جاني من تانجرين إذا أنت بتفتح حساب عن طريق الكيز اللي بدأي نزلكو إياه في الرابط تحت واللينك موجود وبتحط هذا الكي انت بتأخذ 100 دولار أنا بأخذ 100 دولار انت بتأخذ 100 دولار وأنا بأخذ 100 دولار فحورجيكم كيف تسووها جدا بتفتحوا الحساب بتحطوا 250 دولار بعدين تستحبوهم الحلو في هذا البنك انه ما في عنده أي فيز يعني كل إشي بلاش بتسويه بتقدر تفتح عنده كريدت كارب بتقدر تفتح عنده وكل هاي الأكاونتات بتقدر تستخدم الاتم ماشين تبعت سكوشيا بانك كلها فور فري وهو عبارة وهو ليش ما بأخذوا مصاري لانه ما عندهم لوكيشن زي البنوك التانية بس هم بستخدموا الانفراستركشور تبعت سكوشيا بانك خليكم بالرابط وحكي لكم كيف تستخدموا زي ما انتو شايفين هون بس بنروح طبعا دورجيكو انه في ميت دولار بحكي الشرط الاول لك تفتح حساب قبل عشرة يناير او عشرة واحد الفين وعشرين ولازم تحط في ميتين وخمسين دولار وتستخدم الورانج كي اللي حتطلك ايا انا تحت في الوصف شغلتين سهلات هلا حوارجيكو اياها ستيب باي ستيب طبعا بروح زي ما انتو شايفين عندهم برضو كريدت كارد اربعة بالمية لثلاث كاتيجوريز بعدين بصير 2 بالمية اعلى كريدت كارد بشوفها طبعا راح يفتح لكم الرابط تحت راح يفتح لكم هذا بسألك اذا انت كلاينت ولا لا بتقول له نو معلش الصورة ما طلعت بتكتول من له نو بعدين بسألك شوية اسئلة شو بدك تفتح حساب بنك هاي الشغلات اللي بدو اياها منك اذا ما عندك وظيفة ما في داعي بسألك شوية اسئلة الاسم الاسم الشغلات بسيطة اللي هي اشياء طبيعية بتكملها بعدين بتروح على العنوان تبعك بعدين الموظف واخر اشي بتختار انت طبعا انك ثبت هاي البيانات وانتهى ببعتولك الكارد بتعمله اكتيفاشن وبعدين بتحط فيه 250 دولار اول ما تحط 250 دولار حيجيك 100 دولار السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد